في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول وفي اطار سعي امارة الشارقة للاطلاع على احدث المعدات والتقنيات التكنولوجية زار سمو شيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للاعلام المجمع الكوري للواقع الافتراضي والمعزز كوفاك واطلع سموه في بداية الزيارة على عرض حول ما يقوم به المجمع في سبيل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وتطوير المحتوى الاعلامي والعلمي اتقوم فكرة المجمع على دمج التعليم والعلوم والترفيه لانتاج واقع معزز يسهم في تطوير المحتوى وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة على العديد من التجارب التي يطورها المجمع مطلعا على قسم الميتافيرس وهي مساحة تدعم النمو الكامل للشركات التي تعمل في مجال الميتافيرس بدءا من مراحل التشغيل والتعليم والبنية التحتية الى الانتاج والاعمال التجارية والتسويق ويضم المجمع مسرحا وصالة عرض للواقع المعزز ومركزا لدعم الشركات وقاعات للتعليم ومركزا لدعم الانتاج بالاضافة لمركز الانتاج المشترك المخصص لدعم تقنية البنية التحتية الخاصة بانتاج المحتوى الواقعي كما يضم سوديوهات ضخمة لبرامج الواقع المعزز ويحتوي مجمع كوفاك ايضا على معرض دائم لعرض انجازات الواقع المعزز وتجربة المحتوى وتشغيل برامج الاعمال وعرض البرامج الحديثة الخاصة بالمجالات الطبية باستخدام مختلف التقنيات رفق سموه خلال هذه الزيارة كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وحسن يعقوب المنصور أمين عام مجلس الشارقة للإعلام وراشد العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام وسالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر